من امبارح من امبارح وعايز بس تقوى عند النقطة دي كتير ودردش معاكو فيها شوية تعالوا الاول نحط شوية قواعد سهلة وبسيطة او هي قاعدة واحدة قواعدة اللي احنا هنقبل الموضوع اولي هي قاعدة انا لما في القتي اللي بشجعها تكسب من حقي ارقص اتنطط اغني العب مزيكة اركب كهارب اجيب دي جي اعمل لان عايزه حتى لو في القتي دي كسبت دورة رمضانية نفس الامر حضرتك في القتي تكسب افراح وليالي ملاح اعمل ما بدالك انا بستغرب جدا اللي هي النقطة اللي تلاقي مثلا تلاقي الاهل كسب فتلاقي الزمالكوية يقولك اعم فيه افورة في الاحتفالة انتم مبلغين او في الافراح ليه تلاقي الزمالكوية يعني الاهل برح كسب في بعض الزمالكوية يقولك هو الاهلوية مبلغين ليه في الافراح زمالك لما كسب السوبة الافريكي الاهلوية يقولك انتم يعني لما صدق انتم مبلغين في الافراح يا سيدي انا حر انا لما اكسب انا حر انا شايف البطولة دي زهيرة شايفها كبيرة شايفها مباراة كبيرة شايفها مباراة مش كبيرة اي حاجة انا حر بسمها في الايتي بفرح بيها فالتنظر في الحتة دي بيبقى غريب شوية انا مثلا قابلت لحد النهاردة يقول لي ايه يقول لي بص هقول اهلي عمل مباراة مباراة كبيرة جدا عمل مباراة محترمة جدا بس يعني فيه مبالغات أنا ملاحظ دي فيه مبالغات في القفل ليه يا سيدي ليه سيب الأهلوية يفرحوا سيبهم يفرحوا ينبسطوا ويفتخروا بفريقهم دي حكاة ايه طيب في الإطار ده فيه ناس من إمبارة حمالة تشكك في فكرة انه الأهل فاز ببطولة للفيفا بطولة عالمية ويقول لك انه لا يا عمدي مجرد مباراة توصلك لمباراة توصلك لنهاء البطولة ليه الانتر كونتر الأهل ماكسبش لقب مباراة وفي حقيقة الأمر انه الأهل مباراة كسب لقب من الاتحاد الدولة للكرة القدم في فا كأول نادي مصري في التاريخ في التاريخ يشيل كاس بطولة من تنظيم الفيفا لا نادي ولا منتخب في مصر عملها من قبل هل ده إنجاز احنا نحب ان احنا ما نزهروش ما نبينوش ما نقولش انه حصل ما نقولش انه موجود موقع بتاع الفيفا السوشال ميديا بتاعت الفيفا كلهم بيتكلموا بص اهو ده الموقع الرسمي للفيفا كاتب لك ايه قبل الماتش من سيتوك باللقب كأس فيفا لمنطقة أفراقيا أسيا والمحيط الهادي اهو اللي بيقول لك اهو لقب كأس فيفا ده مين؟ ده الموقع الرسمي للفيفا هاتل لبعده ده قبل الماتش بعد الماتش الموقع الرسمي للفيفا الاهل سعيد بتحقيق لقبه الثاني في الموسم ويسعد المزيد لقبه الثاني اللي هو ايه بعد السوبر المصري كسب اللقب ده اهو كاس هم الفيفا المحترفة انه ده لقب اللي هو الكاس بتاعين بقى هاتل لبعده بس هم كده تمام فهو يتعامل معاك انه وكأنه الاعلام هو اللي بيقول انه لقب كسب بطولة مبارح يا فان مش احنا مش احنا اللي بنقول ولا الجمهور بتاع الاهلي اللي بيحب فرقيته هو اللي بيكبر من الموضوع ده هو الفيفا نفسه اللي بيقول ان ده لقب بطولة ده لقب كاس ده كاس طب انا انا ياسف معلش سيبك من اللي تكتم مبارح كان فيه كاس للبطولة كاس الفيفا بعت لنا كاس فازاي ما يتعاملش معاها انها بطولة